اهلا بكم في حلقة جديدة من بنامجنا ونهاردة هكلمكم عن المناعة احنا اليومين دول كلنا قاعدين نسمع كثير من الاقويل عن قصة المناعة انا بس عايز اقولها لكم باختصار المناعة تتكون من 3 اشياء بشكل عام احنا بنتكلم باللغة العامية مش بكلمكم في التفاصيل العلمية لكلمة المناعة احنا عندنا اول نوع من المناعة اللي احنا بنسميها الادابتف امينوتي هذا النوع من المناعة ده بياخد وقت على ما يبقى موجود يعني لما نطعم يحصل لنا هذا النوع من المناعة ده بياخد اسابيع للشهور عشان يبقى عندنا انواعة من التطعيم ومش كل انواع التطعيم بتبقى مجدية 100% على سبيل المثال اللي هيطعم من الحصبة في معاده في معاده هيجد مناعة تصل لمية في المية لكن لو الطعم قبل معاد الحصبة يعني لو جينا نطعم ابننا عند 6 شهور ونقول علشان نقيم من الحصبة ده كلام يعني مش مظبوط نهائيا بالعكس ده يعني الجدوى التطعيم قد تصل في الحالة دي الى 80% وممكن يصاب بالحصبة بشكل غير مفهوم يبقى معاد التطعيم علشان كلمة المناعة المكتسبة اللي هي الادابتف امينوتي اللي هي تحورية تتعامل مع الاجواء ده موضوع تاني بياخد فترة طويلة علشان على سبيل المثال التطعيم من فيروس بي حتى في معاده تطعيم من فيروس بي بيقينا بنسبة 95% يعني كل مية تطعاموا من فيروس بي كل مية تطعاموا من فيروس بي 95% هم بس اللي استفادوا من تطعيم و5% ما عندهمش حاجة طب هل نقدر نقيس هذا الكلام اه عندنا تحاليل نقدر نقيس استجابة الجسم للتطعيم يبقى ده الشق التاني يبقى فيه تطعيمات 95% وفيه تطعيمات 100% التطعيم ضد الانفل وانزة المعتادة الموسمية ده بنسبة 60% لو خدناه في معاده لو خدناه ما بين شهر اكتوبر وشهر نوفمبر نقدر نقول ان جدوى التطعيم في الحالة دي 60% ده مش معانا ان انا اطعمت ان انا مش هيجيلي دور انفل وانزة عادي طيب يبقى دي اللي احنا سميناها المناعة المكتسبة المناعة الادابتف اللي هي نتيجة التعامل مع الاجواء وفيه مناعة اسمها مناعة القطيع لما المجتمع كله يطعم او لو المجتمع كله اصاب بنوع من الجرسيم او من البكتيري او الفيروسات نقدر نقول ان الناس اللي مش من حقها تاخد تطعيم يعني فيه ناس عندها حساسيات من التطعيم فيه ناس عندها موانع انها تاخد تطعيم فيه ناس عندها امراض مناعية تحول ما بينها وما بين التطعيم فيه ناس عندها امراض تمثيل غذائي تحول ما بينها وما بين التطعيم يعني مش كل الناس نحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نستطيع الحصول على التطعيم ففي الحالة دي دي اسمها مناعة القطيع يأما الطعامنا يأما حصل إصابات متعددة وده كان بيحصل زمان في الناس اللي بيجي لهم التشيكن بوكس الجوديري اللي هو أبيد سنة 76 يعني آخر حالة جوديري كانت موجودة فدي مناعة القطيع ومناعة التطعيم طب في مناعة اسمها المناعة الزاتية الجينية in net immunity دي مناعة اللي احنا بنتولد بيها أكيد أي طفل جنين بيتولد لا يمكن إن إحنا نقول إن إحنا هنعتمد على المناعة بتاعة أهله يعني الأم اللي هو هيخدها من الأم آه بياخد من اللبن السرسوم من الكولوسترم بتاع الأم وبياخد الأجسام المناعية اللي بتنتقل إليها اللي احنا بنسميها المناعة الباسف ده ده نوع من المناعة زي اللي هو بينتقل للإبن المناعة الباسف اللي هو حد مصاب عمل أجسام مناعية أنا بديكم المثال بتاعها الأجسام المناعية اللي عنده الأم اللي هينتقلت إلى الجنين دي ملهاش علاقة بالمناعة الزاتية اللي بيكلمكم عليها بس أنا بقولها لكم قبل ما اشرح لكم ما هي المناعة الذاتية ودي زيها زي لما بناخد مش التطعيم بتاعت التيتانس فيه تطعيم للتيتانس وفيه أجسام مناعية لما نصب بالتيتانس يعني لما حد بيتعور أو في الشارع ما بندلوش التطعيم بتاعت التيتانس احنا بنتأكد بس انه خد التطعيم ولا لا لكن بندله الأجسام المناعية بتاعت التطعيم وده اللي هم بيكلموا عليه اليومين دول الأجسام المناعية ضد الكورونا اللي هي فصل البلازما اللي عن طريق فصل البلازمة من المتعافين وده برضو الأجسام المناعية بنستخدمها للأم اللي بتبقى عندها فيروس بي وهي حامل في الشهر التاسع على سبيل المثال فيوم الولادة يوم الولادة حللنا للأم لقينا أن عندها فيروس بي أرقام كبيرة في الشهر التاسع يوم الولادة الإبن بياخد أول جرع التطعيم لفيروس بي وبياخد أجسام منعية بياخد حكتين بياخد تطعيم وأجسام منعية علشان ما يصابش بفيروس بي طيب إيه هي المناعة الزاتية اللي هو الطفل اتولد بيها اللي هو اتولد بيها علشان تقيه ضد الجرسيم اللي موجود ضد دور البرد ضد أي النزلات المعوية وخلافه غير الأجسام المناعية اللي انتقلت إليه من الأم دي مجموعة من البروتينات مجموعة من البروتينات أكتر من 155 مركب لكن الحاجات اللي احنا الطب يقدر يشوفها أو يعني نقدر نقسها احنا بنقيس حاجة اسمها الكمبليمتز السي 3 والسي 4 وبنقيس السي 1 بنقيس حاجات كتير جدا من عائلة الكمبليمتز بنقيس حاجة اسمها معاملات الالتهاب اللي هو السي ار بي يعني عندنا مجموعة من الأجسام البروتينية اللي هي بتاعت المناع الزاتية دي بتنشط أنواع من الخلايا الكورات الدم البيضة الأكولة اللي احنا بنسميها فاجوسيتك سالزي ماكروفيجيس المونوسايتس شوية حاجات اللي انت بتشوفها في صورة الدم بتنشطها علشان تهاجم البكتيريا أو الأجسام الغريبة اللي على جسمنا طب ايه اللي بيخل بهذه البروتينات او اللي بيخل بهذا الكلام جزء من المناع الزاتية غير البروتينات عندنا مجموعة من أنواع البكتيريا والفيروسات اللي هي عايشة على جسمنا انا قلتلك ان دي مجموعة من البروتينات فاللي الجسم عاملها دي المناع الزاتية اللي انت تولدت بيها لكن جسمك عدد الخلايا البكتيرية والفيروسية اللي دخل اللي عايشة معاك اللي هي بتفيدك وفي منها لما يحصل فيها نوع من الخلل بطنشة وتهاجم جسمك ده جزء تاني خالص حديك المثال الشهير لها خدنا مضاد حيوي عشان كده احنا دايماً في الأطفال اللي بيجي لهم نزلات معاوية بنقول لهم ما تاخدوش مضاد حيوي علشان ده ممكن يزود المشكلة عند الطفل بنديله محليل تعوض الجفاف محلول معالجة الجفاف مش بنديله مضاد حيوي في النزلات المعاوية بالذات عند الأطفال طيب المناعة دي احنا لما بناخد مضاد حيوي انا بديك المثال الشهير خدنا مضادات حيوي اشهرهم الأدوية اللي فيها عائلة البنسلين والأمبسلين وعائلة الكينولونز قضينا على البكتيريا النافعة اللي عيشة معانا او قضينا على أنماط كثيرة من البكتيريا ودينا فرصة لأجسام بكتيرية عايشة معانا أنها تنشط وهي ضارة وهي ضارة بس عايشة معانا ما بتعملناش أي مشكلة عايزة أقولك أن عدد خلايا الجسم عدد خلايا الجسم اللي هو بيكون بالمليارات ثلاث أضعاف لسبع أضعاف منه عدد الأرقام الخلايا الأجسام البكتيرية والفيروسية والكئنات الأخرى اللي عايشة معانا أنا بس سأقل ثلاث أضعافه الرقم مخيف الحقيقة طب احنا خدنا مضاد حيوي عمل ايه عائلة الكينولونز وعائلة البنسلينز عائلة البنسلين موت لنا الجرسومة البكروب اللي احنا يعني عايزين نقضي عليه وموت لنا أنواع من البكتيريا اللي هي عاملة تصبيت يعني بيئي معانا اتصال وحكمل لكم المنع يا أستاذ ابتسام أهلا بيك يا ابتسام عليكم السلام يا ابتسام وطي التلفزيوني حبيبتي وأنا بسمعك اتفضلي يا حبيبتي الزئبة الحامرة عناية ليك يا حبيبتي حجاوبك أنت ما عنديكيش أي حاجة غير الزئبة الحامرة مش كده؟ بتاخدي لها أدوية مثبتة للمناع أو بتاخدي أدوية بتاعتها طيب حاضر عناية حجوبك عن الزئبة الحامرة عناية ابتسام بتسأل سؤال ظريف جدا عايزين ننشط المناعة عايزين ننشط المناعة أنا هرجعلكم وطبعاً أكلمكم على المناعة الذاتية اللي احنا اتولدنا بيها والأنماط البكترية وليه ما ناخدش المضاد الحيوي لكن ابتسام حكت على نوع من المرض اسمه الزئبة الحمراء دي أجسام مناعية ناشطة في الجسم بتهاجم الجسم وتعتبر الجسم جسم غريب فبتهاجم معنا اتصال آخر يا أستاذ أحمد أهلاً وسهلاً أهلاً بك يا فندم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً لو صدقت يا فندم كنت عايز أعرف إيه الأكلات اللي ممكن ترفع جهاز المناعة عند الإنسان لتفادي الأمراض الضايرة دلوقتي أو الموجودة أو الوباء الضايرة عناية بس كده يا أحمد عناية حجاوبك تابعني حاضر أحمد برضو بيسأل على سؤال ظريف إزاي أحافظ على المناعة أو أنشط المناعة هو نفس الجملة على مسؤوليتي كل الأدواء اللي موجودة لتنشيط المناعة في الأسواق ده كلام هراء طبي يعني ده كلام مرفوض بس أنا هقول لكم يعني إيه تنشيط المناعة المناعة لها مستوى عام عندنا أمراض مناعية عندنا أمراض مناعية فيها نشاط مناعي وفيه أمراض مناعية فيها ضعف مناعة يعني فيه ناس بتتولد بأمراض مناعية فيها ضعف للمناعة إن خلايا الجرانيولوسايتس أو خلايا اسمها نيوتروفيلز اللي احنا بنقراهم في صورة التحليل ما بتشتغلش أو فيه خلل في الإنزيمات بتاعتها أو ما بتروحش للمكان اللي هي المفروض تواجه بيبقى عندنا فطر على الجلد أو التهابات أو أمراض متكررة فطرية أو فيروسية أو بكتيرية وممكن يبقى معنا خلل في مرض اسمه داي جورج مثلا معنا اتصال يا عادل من الغربية أهلا وسهلا يا أستاذ عادل السلام عليكم يا دكتور محمد عليكم السلام ورحمة الله مزيزي حضرتك ربنا يبارك فيك أنا حضرتك مريض قلب كنت أعمل عملية جراحة قلب مفتوح وعندي ضعف عادلة الألب ألف سلام عليك الله يسلمك وبعدين أنا عاوز أخد حق أي أدوية ترفع مناعة الجسم لأن أنا عندي طبعا تعبانة نتيجة الألف ألف سلام عليك حاضر أنت بتاخد أي دول أي مرة بنوز من غير أدوية ضعف عادلة القلب لا أنا باخد أدوية القلب كاملة آه تمام مفيش سكر مفيش أي مرض آخر آه وفيه سكر بس باخده حاجة بسيطة كده يعني سلامتك هكلمك فعلا على إزاي نرفع المناعة تابعني وانا هجاوب السؤال ده فأنا بكلمك إن فيه أمراض بتاعة ضعف المناعة منها أشهر حاجة آه الناس اللي بتاخد أدوية مصبتة للمناعة فيه ناس بتاخد أدوية مصبتة للمناعة اللي عندهم نشاط مناعي زي الكورتيزون وزي الأدوية المناعية وزي أدوية اللي احنا بناخدها لما بيحصل زرع عضو زي زرع الكلا وزرع الكبد الأدوية دي متصبتة للمناعة علشان الجسم ما يتروتش العضو المزروع أو علشان الجسم ما يهجمش نفسه لدينا ناس مضطرة يأتي أصيبت بأمراض تضعف المناعة أشهرهم اللي جالهم الإيدز وفيه ناس كانت بتاخد دوة لنشاط الغدة الدرقية على سبيل المثال وحصل فجأة ضعف في المناعة كرات الدم البيضة والحمر وحصل حاجة اسمها بلاستيك أنيميا ودول أول علامة ليهم لما بنقولهم لما بتاخدوا دوة المعين اللي هو بتاع الغدة ده أشهر حاجة نقوله أول لما يجي لك التهابات متكررة أو وجع في زورك تعال لنا فمعنا اتصال مع حنا محمد من الجيزة أهلاً يا محمد محمد من الجيزة أهلاً وسهلاً أهلاً بي أهلاً بحضرتك يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك حضرتك يا دكتور أنا عندي دور البرد بيتكرر عليها في السنة من آه أنا معاك من خمد محمد وطي لصوت التلفزيون يا محمد واسمعني من التليفون يا حبيبي أنا تتمعك من التليفون يا نكتور آه أنا معاك تفضل يا حبيبي أقولك أنا دور البرد بيتكرر معايا من حوالي 6 إلى 10 مرات في السنة تمام وبيياهد معايا والله يقل عن 10 تيام أو 15 يوم أنت مدخن يا محمد لا خالف بتاخد أي دول أي مرة بمزمن دخط سكر أي مرة بمزمن لا نهائي نهائي عندنا حساسية صدر حساسية من أي دول حساسية طعام بتأجيني وقت دور البرد بكت وتروح تمام فيه دم أو مخاط من أي مخرج من مخارج الجسم فيه تغير في الوزن لكن إحنا بنتكلم على تكرار المرض عناية حجوبك على موضوع البرد ماشي يا دكتور أنا يعني بقى لي أكتر من 20 يوم معايا دول البرد مش عايزي سلم وفي ظروف دي انت عارف حضرتك بالتوفيق قلنا خايفين فعلا دي حقيقة أه دوقتي عامل عندي التهات في الجوب الأنفية وعمل عندي حسية حضرتك ألف سلام عليك حجوبك حاضر الله يسلمك الله يسلمك أحكمل لكم أدوية ضعف المناعة فأنت عندك أدوية ممكن تصبت المناعة وفي قصة في المناعة نشاط المناعة اللي هي زي الزئبة الحمرة الزئبة الحمرة دي الجسم الأجسام المناعية بتهاجم الجسم بتهاجم المفاصل بتهاجم الكلا بتهاجم القلب بتهاجم كرات الدم البيضة نفسها فممكن يكون عندنا ضعف في كرات الدم البيضة ممكن ترفع لنا إنزيمات الكبد وأشهر علامات للزئبة الحمرة اللي احمرار اللي احنا بنسميه مالا الراش بشكل محدد وتقرحات في الفم وسقوط الشعر وبطوع الزئبة الحمرة لازم ياخدوا الأدوية المصبتة للمناع ومنها الدواء المالاريا الشهير اللي احنا بنتكلم عليه انه يعني ليه علاقة بالمالاريا وهو بيعد يعني ليه دور في مقاومة الفيروسات ويعني مصبت للمناع أو منظم للمناع بيسموه إميون موديوليتور ففي نشاط مناعي زيادة في نشاط الجسم فلما جا فكر ان انا اخد منشطات للمناع زي اللي بياخد أدوية حاجة اسمها جرانيولوسايت ستيميليتينج فاكتور دي أدوية وكثير من الناس ابتدت يعني يسألوا على هذا السؤال نوع من الأدوية اللي بتتاخد عشان تزود كرات الدم البيضة ده كلام فارغ وهراء حقيقي معنا اتصال معنا نيرمين من القاهرة أهلا يا نيرمين السلام عليك يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك دلوقتي انا كان عندي فطريات اللي هي حوالين الدوافر وبلاحظ ان الجلد كده زي ما يكون بيخش لجوه فيبان الدفر أكبر والدفر طبعا بيتلقون ده غير ان انا لو هرشت او اي حاجة بيطلع على طول زي الجلد يبقى تجمنتد كده وعلى طول عندي ان انا باهرش في كل جسمي الهرش ده حاجة تانية خالص غير الموضوع الفطري الهرش ده بند والمرض الفطري بتاع الأظافر ده حاجة تانية منها التعرض للماء بشكل عام منها مريض سكر يعني عندنا كذا حاجة في امراض مناعية بيبقى معاها في امراض مناعية جينية بنتولد بيها بيبقى فيها فطريات اكثر وما بتتعليكش بسهولة يعني بنبقى تولدنا بوجود امراض فطرية في منها حاجات بيبقى معاها خلل في الغد أجار درقية زي مرض اسمه داي جورج يعني في مجموعة من الامراض اللي احنا تولدنا بيها اللي هي بتاع ضعف المناعة ده مناعة جينية خلل جيني وإحنا مولودين بيه فده جزء من الموضوع إلا إذا كان في حاجات مكتسبة أو إصابات أو سكر أو أدوية مصبتة للمناعة أو خلاف هذا الأمر أما الهرش في الجسم في أماكن متفرقة بدون ما يكون عندي علامات بدون ما يكون عندي إحمرار أو دمل أو خراج أو ارتفاع أو أي حاجة حساسية ده موضوع آخر في أمراض مناعية معاها حاجات حساسية في أمراض مناعية اللي بنتولد بيها في منها هذا النوع هم مجموعة من الأمراض نادرة جدا نادرة جدا نادرة جدا ده حاجة تانية لكن هكلمك على الهرش عناية في أي سؤال تاني غير موضوع الهرش الهرش طبعا بدون علامات أنت بتهرشي في أماكن بدون علامات لا هو أنا لما باهرش بتطلع العلامة وما بترداش تروح فالجسم بيبقع ده موضوع تاني آآ لكن أنت الأول لما بتيجي تهرشي ما بيبقاش في حاجة خالص لا 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 ما بيبقاش فيه يعني آآ وروحتي لحد جلدية تابعك آآ ساعات بيدوا حاجات أنتي هستامين حاجات كلا خلاص أنا هجاوبك برضو على الهرش بشكل عام أنت فتحت لنا موضوع كويس عنايح أنا هتكلم على الهرش طبعا مش هخوفك بس أنا هتكلمك على الهرش ناخد فاطمة معنا فاطمة أهلا يا فاطمة اتفضل يا فاطمة أنا سامعك الفاطمة مش عارفة تتواصل معنا حاولي ترجع لنا تاني يا فاطمة معنا أسماء أهلا يا أسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك لو سمحت أنا أنا متابعة مع دكاترة كتير بسبب شعري شعري وقع كذا مرة وقالوا لي تعالى وبعد كده الدكتور قال لي لا روحي لغضة وعملت تحليل غضة ومتابعة في الأسر كذا حاجة والوقت دكتور المناع طالب مني تحليل تمام فهنا المناع بتأسر اللي هو شعري يكون وقع كثير أنا لسه كنت بحكي لكم إن الزئبة الحمرة ممكن معاه هذا الكلام وفي أمراض منعية كتير بيبقى معها تسقط الشعر أشهرهم هي الزئبة الحمرة أنا لسه ما عملتش التحليل أصلاً أعملي التحليل علشان يبقى عارف وفي سقوط شعر بيسموه السقوط بتاع النشاط الهرمونات الزكريا عند السيدات وفي سقوط اسمه يعني بعد سترس السقوط اللي بعد سترس يعني ست حامل بعدها بكم شهر ابتدى أو تعرضت لسترس عنيف ابتدى يحصل لها تسقط في الشعر مراحل نمو الشعر دي أربع مراحل فيه ست كان شعرها طويل وبعدين لما الشعر وقعت شعرها ما بيطولش بيقف عند مرحلة تانية فيه أمراض فيه نمو الشعر طبعاً بيتابع الكلام ده أمراض الجلدية يعني مراحل النمو زي الناس الحواجب ليه ما بتكبرش لأن مراحل النمو بتاعت الحاجب بتقف عند مراحل النمو الشعر اللي هي البصايلة مع تغيير لكن الأمراض اللي فيها تسقط شعر منعية ده موضوع بند تاني خالص وموضوع تسقط الشعر ده موضوع كبير فيه ناس ربطته بالحديد ده نادراً يعني لما يبقى مخزون الحديد انتهى وفيه أنيميا جديدة لكن أسباب تسقط الشعر طبعاً كثيرة يعني منها أشهر حاجة الناس اللي بتستخدم المشت البلاستيك اللي هو بيعمل كهرباء عشان كده دايماً اللي بيبقى متسقط شعره أو الشعره بيسقط بنقوله غير الفرشة ما تبقاش فرشة يعني خد الحاجة الخشب أو واسنانها تبقى واسعة ده جزء من الموضوع وسيدات ما تبقاش واخد بالها منه ده أشهر حاجة في قصة تسقط شعر لكن هو قصة كبيرة يعني ممكن نعمل عليها موضوع كبير الحقيقة تسقط الشعر أنا بكمل لكم المناعة لكن أنا منستش يعني إيه تكرار دور البرد تكرار دور البرد واعمل في إيه إزاي نرفع المناعة الهرش وقصة إن إحنا ممكن ناخد فيتامينات علشان الهرش عفواً علشان نرفع المناعة الكلام ده لكن أنا هجاوب إزاي نرفع المناعة هجاوب الهرش معنا محمود من البحيرة يا أهلاً يا محمود أهلاً بحضورتك يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك والله يا دكتور عندي بنتي سبع سنوات عندها صنط في الوش عندها إيه حبيبي عفواً الصنط يعني بقليلة كده بمية لا مش بمية خفيفة خالص حاجة خفيفة خالص روحة الجلدية فيها آه روحة الجلدية كتير قال لي دفعنت مسطح تمام ودي مشكلة مناعية تمام تعطوني كذا حاجة طبعاً من ضمنها الإيميولانت يعني ودهانات اللي هي اللي تكوي والحاجات دي تمام بس كبالضاً ما فيش نتية تمام لو في أي حاجة حضرتك لا ده موضوع هتتابعه مع بتوع الأمراض الجلدية لكن أنا هجاوبك إزاي نرفع المناعة زي ما كنا بنتكلم لكن لا لا ده موضوع جلدي بحث معنا ليلة معنا ليلة من القاهرة أهلاً يا ليلة إزايك يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك عايزة أسأل حديثك سؤالك تفضلي أنا عندي أنيمية الأنيمية بتاعتي عشرة تمام الدورة جديدة شوية؟ لا بسيطة تمام عندنا كم سنة يا ليلة؟ وشعري برضا خفيف جداً تدخف آه أنا معاك يا ليلة تفضلي حبيبتي العمر كم سنة يا ليلة؟ عندي 38 عملنا جراحات قبل كده؟ لا الحمد لله بناخد أي دواء لأي مرة بمزمن؟ لا الحمد لله حساسية صدر حساسية من أي دواء؟ لا الحمد لله دم أو مخاط من أي مخرج من مخارج الجسم؟ لا الحمد لله نزول في الوزن أو زيادة وزن؟ بالعكس أنا نحيفة جداً طول عمرك نحيفة؟ أوه خلفنا قبل كده؟ أوه عندي بنتك ما شاء الله تمام شكويتك كلها إن فيه نقص في الهيموجلوبين عملتي التحليل بتاعت نقص الهيموجلوبين فيه نقص الأنيمية عشرة دي كذا حاجة فيه أمراض جينية لنقص الهيموجلوبين زي حاجة اسمها سلسيميا ماينور يعني ما بتبانش غير في تحليل بعينها عشان نعرف الجين بتاع الكلام ده فممكن ناخد حديد أربعين سنة وما يحصلش أي حاجة فيه أنيمية بتاعت أمراض مزمنة عشان كده بسألك على أمراض مزمنة فيه ناس عندها حساسية طعام حساسية الأمحة تعمل أنيمية مزمنة الدورة الشديدة تعمل أنيمية مزمنة إن إحنا ما بناكلش حديد وأمراض الامتصاصي عندنا مشكلة إن إحنا بنفقد الحديد نتيجة دم ده حاجة إحنا ما بيحصلش امتصاص الهيموجلين به ده أسباب أنيمية كل ده والأمراض المناعية بتاعت الشكل العام بتاع الخليق مش هي مش ما بتبقاش منعية يعني أمراض جينية للشكل حاجة اسمها سفيروسايتوزيس أمراض حاجة اسمها السكل سيل أنيمية بكل مجتملاتها الجينية والوراثية فإحنا عندنا أمراض كتيرة لقصة الأنيمية لازم نفحص السبب بتاع الأنيمية في سنك دايما أكتر حاجة لتساقط الشعر إذا كان على بعضه ده نوع من تساقط الشعر بتاع السيدات معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام يا فاطمة أهلا بيكي ربنا يكريمك ويبارك فيك يا فاطمة ربنا يكبارك فيها يا رب ويحميها أنا يحفظك يا دكتور ربنا يخليك حضرتك هي دايما عندها يعني بيتنام كتير قوي ومن نوع اللي بيتعاني من ضرق يعني اوما تسحى من نوع تقولي يا مام عايزة رجع طوله النهار بيبقى مسكرة الحالة ديت بس ايه ما بيجيهاش يعني تمام؟ وضربات قلبها باستمال عالية بمعنى 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 بيقولي يا مام حتى بمبودش يديد والدنيا مبارح اسودت في الشهر خلص وحيطها بعصير وكده وضربات قلبها قليلت وجسمها ثقع جدا فأنا مش عارف حديك ممكن يكون فيه حاجة في القلب أو دي أنيميا وكتر النوم عندها يبقى لها السنة على كده أنا هجاوبك على أسباب الإرهاق هجاوبك عليهم بشكل سريع لكن طبعا لازم طبيب يفحصها وهقولك يعني إيه إغماء فأنا هكلمك على الإرهاق وحاجات الإغماء عناية وحبتدي الإجابة فيهم الإرهاق في الطب 13 سبب الإرهاق في الطب 13 سبب رقم واحد امراض الطراب النوم النوم الزائد النوم المتقطع النوم في غير موعده الناس اللي بتشخر أثناء النوم الناس اللي بتشخر أثناء النوم Obstructive sleep apnea والمرحلة ما من النوم بيبقى فيها خلل والناس اللي هي بتمشي فيها وهي نايمة وده عادة بيصيب الأطفال ما بيبقاش في الكبار لكن ممكن يبقى موجود في الكبار يبقى أمراض النوم الإرهاق 13 سبب رقم واحد منهم اضطراب النوم رقم اتنين أنيميا الأنيميا بالمجتملات اللي أنا حكيت لكم عليها طبعا أنا ما تلكوش كل الأشياء ده في أسباب كتيرة للأنيميا فيها حاجات منعية فيه لوكيميا فيها أشياء كثيرة رقم ثلاثة خمول غدة درقية خمول غدة درقية خمول غدة درقية وبيبقى معنا زيادة في الوزن وقصة تانية وممكن يبقى أول علامة احنا اكتشفناها اللي هو الخمول رقم أربعة الأدوية اللي احنا ممكن نكون بناخدها فيه ناس بتاخد أدوية الكوليسترول برغم من فايدة أدوية الكوليسترول الأدوية الكوليسترول بتمنع زور الزوايد القولونية وسرطان القولون تقلل فرصة حدوث الساكتة الدماغية بالإضافة لفايدتها في القلب والشارين اللي احنا بنتكلم عليها وتقلل فرصة حدوث سرطان الكبد وتقلل فرصة تكون حصوات المرارة لأدوية الحساسية وأدوية البرد وبعض أنواع المضادات اللي حقيقة تدينا شعور بالإرهاق رقم خمسة امتلاء البطن امتلاء البطن احنا لو ملينا بطننا أو خدنا حاجات سكرية كتير حكمل لكم الإرهاق والإغماءات أو الضعف العام معنا اتصال يا أم محمد أهلا وسهلا يا أم محمد السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك يا دكتور أنا كنت باخد رفيرين لاني كنت كان عندي فيروس وخفيتي الحمد لله من الفيروس الحمد لله وانت قلت لبطل رفيرين آه بطلية حبيبتي طيب يا دكتور أنا دلوقت حاسة كده خائفة وعايزة حاجة كده تجوين وأنا لعمل لضغط ولا ثقة سيادتك ولا حاجة فمهي قلل عن نوع أدوية اسمه كل سيد لا يا حبيبتي كولي أكل كويس متوازن وأنا حكلمك عليه دلوقتي الأكل المتوازن هو ده اللي بيحافظ على المناعة واستقرق يعني قبل ما نقفل للحلقة حجوبك يا حبيبتي إزاي نحافظ على المناعة ومفيش حاجة اسمها فيتامينات حجوبك على الفيتامينات وحجوبك على إزاي ناكل أكل الصحي معنا خالد يا خالد اتفضل يا خالد هلو أيوة اتفضل لا مع أحمد اتفضل يا أحمد وانا باشكر لأسرة البرنامج وباشكر لحضرتك ربنا يكرمك ويبارك فيك الله يكرمك ويبارك فيك بقول لحضرتك أنا دلوقتي المدام بتاعتي عندها في البلازمة مشكلة بمعنى لما بتحصل لها درح قبلت بيقعد مدة طويلة قبل ما بيخفت حتى بندها مطهرات وبندها مثلا هدوية ومندات حيوية عملت تحليل السيولة عملت تحليل الأجسام المناعية بتاعت الصفايح عملت حاجة اسمها بليدينج تايم عملت الحاجات بتاعت مرض اسمه فونفلي براند عملت الحاجات اللي هي بتاعت الهيموفيليا عملت الكلام ده ولا ما عملتوش لا والله فان ما عملتش لا لو هي عندها حاجات السيولة أمراض السيولة دي لازم يعني نروح لطبيب أمراض دم ويعرفنا لأن في مرض اسمه فونفلي براند ده تلات أنواع من مرض اسمه فونفلي براند في خلل في الصفايح في خلل في المركبات فاكتور تمانية وتسعة وعشرة واحداشر يعني هي موضوع كبير فلازم نعرف القصة سبب فيه نقص في الصفايح فيه حاجات كتير جدا تعمل لنا موضوع السيولة إنه يبقى عندنا أمراض سيولة كتير فلازم نعرف نوحها فيه حاجات بنتعالج منها فيه حاجات ما بنعملهاش أي حاجة فيه حاجات قبل ما نروح نخلق على درسنا أو نعمل جراحة نبقى واخدين بالنا منها معانا أم أم سهيلة أهلا بيك يا أم سهيلة أهلا بيك يا حضرتك بقول له حضرتك أنا كنت عايزة استفكال من حضرتك لبنتي تفضلي ربنا يحميها حبيبتي نعم ربنا يحميها ربنا يخليك ربنا يخليك يعني هي عندها يعني مناعة شوية بيجي لها حتى ويها نايمة ممكن تحس في دوقة وكذا ستقنية ضايقة مش قادرة وأنا بصراحة خايفة يعني من الجو اللي إحنا فيه ده وتحت يعنيها إثمت قوي جغم إن هي متصارش عيني حجاوبك على الهالات السوداء حاضر أنا حكمل لكم قصة الإرهاق أسباب الإرهاق وحجاوب الهالات السوداء لأنها يعني فيها كلام كتير جدا الحقيقة مغلوط عشان كده أنا حقول لكم باختصار الهالات السوداء والإرهاق سريعا وقبل ما كمل لكم تكرار البرد الحاجات اللي بتنشط المناعة ميول القيء الهرش دي حاجات كلها معنا حاول أجاوبها سريعا قبل ما تنتهي الحلقة إن شاء الله فالإرهاق إحنا كنا وصلنا إلى رقم خمسة امتلاء البطن كثير من الناس أول ما يملى بطن أو يأكل حاجة سكر معنا خالد خالد رجع لنا أهلا يا خالد زكا دكتور كل عام أنت طيب وإنت بألف صحة وسلامة ربنا يحميه الله يخليك يا ماشا أنا من قيمة بتعليه بلوقتي بتاع أربعة أيام تمام حسيت إيه بالزوري كده لو موظى إيه ومراخيري كده اللي اتنين مكتومين ودوخها بقى بقى الضوح كده هوت وحسيت يعني لو موظى الجسمي سايب كده مره وإحنا سلامتك يا خالد أخذ بالك يا ماشا تمام المهم هي أنا صراحة خفت تروح بمتصل إيه؟ بمية وخمسة تمام قالوا لي إيه قلتلهم حصل عندي كذا 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 قالوا لي فى سخونية قلتلهم لأ أنا عمديش سخونية ولا أي حاجة من دهية تمام قالوا لي لو هي لو سخونية إجابة آأ ثمانية وثلاثين ده غلط تمام قالتلهم يعني ده ده نزلت برد تمام بس بقى اللي جايه اللي بقى فيهم في الزوري كده تمام أنا عندي أربع وخمسين سنة مفيش ضغط سكر ولا أي مرب مزمن ولا حساسية سد عندي لأ الضغط بس بيجي ووصي عندي بس تمام هو ده بس سيدة لا ده عادي أنا فيه سؤال عندنا تكرار نوبات البرد حجوبك على يعني البرد بشكل عام النزلات البرد حاضر مع أنا عادل أهلا يا عادل سيما عليك يا دكس عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك معليش أنا لو تكرمت عاوز رقم تليفون حضرتك ضروري جدا لأن أنا عندي شوية مشاكل صحية تكيرة تأمرك الكنترول يدهولك عناية عناية تماما ربنا يخليه كذو بسرعة أمرك يا عادل مع أنا محمد من الجيزة أهلا يا محمد أهلا بيك يا دكسور إزاي صحية ربنا يكرمك ويبارك فيك ربنا يبارك في عمرك يا رب ووزر في البرنامج ربنا يكرمك الله يبارك فيك عندي سؤالة سماحك دوك اتفضل حبيب عندي بنتي خمس سنين عندها كم سنة؟ خمس سنين ربنا يديها الصحة يا حبيبي ويحميها لك ربنا يبارك في عمرك يفرح بيها إن شاء الله نحيثة جدا يا دكتور وما بتاكلش خالص عندها إسهال ما غصف بطنها؟ أبدا أبدا أطلاقا ولا إسهال عملت لها تحليل براز استبعدت إن فيه ديدان استبعدت إن فيه غضة درقية استبعدت سكر استبعدت حساسية الطعام استبعدت حساسية الأمح لأ أطلاقا يا دكتور عملت إده حاجة خالص عادة إن شاء الله مش هيبقى فيه حاجة لكن أي حد أنت ملاحظ عليه إنها ما بتاكلش عندها إسهال ما غصف بطنها حاجات ملخبطة كده من هذا النوع بنأول حاجة حساسية الطعام الغد الحاجات اللي هي البسيطة المعتادة اللي احنا نعرفها بنشوف صورة الدم ما فيه شديدان خلاص يبقى ده ممكن ده نموها الطبيعي فبنتابع مع دكتور أطفال بنشوف نموها وزنها قد إيه طولها قد إيه ويعني فيه بيسموه حاجة اسمها برسنتايل حاجة ناسبية ففيه حد بيبقى في الأول وفيه حد بيبقى في الآخر فإن شاء الله ربنا يطمنك عليها بإذن الله وتتطمن عليها إن شاء الله كنت بكمل لكم الإرهاق والإغماء فإحنا قلنا رقم خمسة رقم ستة النوعين من الفيروسات اللي احنا بنسميهم فيروسات منعية حاجة اسمها سايتوميجالوفيروس وإبشتامبيرفيروس ودول هذي الفيروسات ممكن يعملولنا يعني سرطان غدد لينفوية حاجة اسمها بركتس لينفوما يعني حاجات غريبة جدا بس من أعراضهم إن هما ممكن يعملولنا حاجة اسمها رقم 12 إحنا دايما بنقول عليه متلازمات الإرهاق المزمن وفايبرومالجا يعني لإنها دي اسمها فيروسات منعية ومن الفيروسات المناعية حاجة اسمها لهاش علاقة بالإرهاق حاجة اسمها هيومان بابلومافيروس التطعيم ضد الفيروس الحليمي التطعيم ضد الفيروس الحليمي التطعيم ضد الفيروس الحليمي بيقي الستات قبل سن الزواج قبل ما يتجوزوا 70% من سرطان عنخ الرحم وبيقي كل البشر ذكوراً وإناثاً لما يطعاموا من آخر 80 سنط من فتحة الشرج من سرطان القولون لقوا أن جزء من سرطان القولون مرتبط بهذا الموضوع ده رقم ستة رقم سبعة الألأ فيه ناس بيبقى عندها نوع من الألأ يجي لها شعور بالإرهاق، يجي لها شعور بالخنق زي نوبات الهلع، زي الشعور الحقيقي بمرض غير حقيقي يعني حاجة اسمها panic attacks، حاجة اسمها hypochondriosis الاكتئاب، جزء من الكريتيريا بتاع الاكتئاب الشعور بالإرهاق الاكتئاب ده ممكن يبقى في الكبار على شكل فرط حركة غير فرط الحركة بتاع الأطفال غير المواصفات بتاعتها يعني الإرهاق من، عفواً، الاكتئاب من مواصفاته الطراب في النوم ما عنديش انترست كده في الأشياء الشعور بالزنب واللوم الآخرين ما فيش طاقة، ما فيش تركيز تغير فينا في الأكل يعني إما الشهاية مقفولة، إما الشهاية مفتوحة حركة، إما فرط حركة، إما ما بتحركش وتفكير في أن الحياة ملهاش أي لازمة ده كريتيريا بتاعت إرهاق أنا بس بقولها بشكل سريع رقم 8 الحقيقة هو السرطان السرطان قد يكون أول علامة ليه الشعور بالإرهاق قد الزغطة قد تسبق، بس ده يعني أنا بقولها بالصدفة الإرهاق قد يسبق ظهور الأورام بخمس سنوات الهرش، الهرش، الهرش قد يسبق ظهور سرطان الغدد اللينفوية بخمس سنوات الزغطة قد تكون، الزغطة اللي احنا نعرفها العادية دي قد تكون أول علامات لبعض أمراض المخ وخلافه يعني فرقم 8 الأورام وجزء من الحاجات المبكرة بعيدا عن الكشف المبكر وبعيدا عن الحاجات دي رقم 9 الأمراض المناعية اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي أشهرها الزئبة الحمرة والروماتويد وأمراض كثيرة منعية رقم 10 في الإرهاق كل الأمراض المزمنة كيلة مزمنة، كبد مزمن، سكر مزمن، زيادة في فيتامين دال زيادة في الكالسيوم، زيادة في الكالسيوم رقم 11 المرض اللي جيل جون كينيدي اسمه أديسون رقم 12 اللي هي كرونيك فاتيكسندوق متلازمات الإرهاق المزمن والفايبرومالجيا رقم 13 حاجة اسمها التصلب المتناسب دي أسباب الإرهاق في الطب فأي حد بيعاني من كلمة إرهاق لابد أن هو الطبيب يفحصه في معنا اتصال وحكملك معنا آيات من الإسماعيلية أهلاً يا آيات أهلاً بك يا دكتور بزيح حضرتك ربنا يكرمك ويبارك فيك بقول لحضرتك يا دكتور أنا من سنتين كان بيجيلي كده زي بحث بلغم في زوري أو عم كل شوية كده وطفه أخي بانت تمام فلسفت على كل الدكاترة قالولي ارتجاع مريء تمام ممكن واجه عملتي منزار عملتي أشعة بريم لا ما عملتش كلام ده طب ينفع أن نقول ارتجاع بدون مستندات ما فيش طب أنت في 2020 ما فيش طب بدون مستندات أو لأن ممكن يبقى عندك جيوب أنفية مزمنة ممكن يبقى عندك التهاب في الحلق مزمن غير اللوز وخلافه نتيجة التعرض للجو والأبخرة يعني ده حاجات كتير جدا يعني ألم الزور فارنجاتس ده قصة طويلة أنا دكتور لما عملت التحاليق لما عملت عرفت الدكتور هنا اسمه فاوزة عطية بالإسماعيلية تمام قال لي دي أنت 99% عندك جرسومة 100% لا الجرسومة ملهاش علاقة بالحلق على مسؤوليتي الكلام ده يعني يؤسفني أقول أن الجرسومة ده قصة تانية خالص ممكن نحل أن نلاقي جرسومة صامتة ما بتدناش عرض والجرسومة دي قصة طويلة حجوبك يعني لو عايزاني أتكلم على الجرسومة حقولها لك طبعا سريعا لكن هي ملهاش علاقة بالحلق خالص ها تفضلي ارتجاع المريء ارتجاع المريء ده وارد بس لازم يتعملي منظر يتعملي أشعة بريم للتأكد أن في ارتجاع وفاتق في الحجاب الحجز أم لا مع أنا محمد من الشرقية أهلا يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله والله يا دكتور أنا في برد على طول برد السمرار على طول يا دكتور مش بشيبني خالص سلامتك حجوبك على موضوع تكرار أدوار البرد عناية ما فيه سخونية ولا فيه إسهال ما فيه سخونية ولا إسهال يعني كحة زكام عطس نعم كحة زكام عطس واجع في الزور تكسير في الجسم لا لا هو عطس ورشح بس رشح وعطس واباق على طول باستمرار وتعف في البطن على طول يعني كل ما يأكل لجمة بسيطة جانب لا البطن حاجة وتكرار البرد ده حاجة تانية ده تالت مرة نتكلم على تكرار البرد حاضر هجاوبك وهجاوب المناعة عناية فأنا كنت بكلمكم عن الإرهاق هكلمكم على الإعياء والإرهاق عفواً والإغماءات أشهر حاجة في سن الأطفال في الإغماءات حاجة اسمها فازوفيجال سيطويشنال سينكوب نشاط عصب حائر يعني ممكن طفلة أو شاب أو حد يفتكر حاجة مش لطيفة يحصل له إغماء ده نشاط عصب حائر اسمها فازوفيجال سيطويشنال سينكوب بيحصل هبوط مفاجئ في الدورة الدموية واحد كان بيرجع واحد لابس كارفاتة جديدة عليه نشاط فيه أي حاجة بتضغط على منشطات العصب الحائر في هذه المنطقة فالناس دي ما بتعرف تلبس كارفاتة زي اللي أنا لابسها وتقفل على زورها يعني دايماً الحاجة بتبقى واسعة فدول ممكن يبقى عندهم حاجة يعني في الأطفال أشهر حاجة فازوفيجال سيطويشنال سينكوب متكررة حد سمع خبر أغم عليه حد قال له حاجة تفرحوا أغم عليه لكن أي حد بيجي له إغماء أو بيغم عليه أو بيحصل هبوط في الضغط مرة واحدة أو تغير في الوعي بس أنا قلت لكم الأشهر لكن في قانون في حالة تكرار هذه النوبات أكتر من ثلاث مرات في السنة أو مرتين في ست شهور بنبتدي نعمل رسم مخ وغيرانين مغناطيسي مخ وبنقيس كهربة القلب لأن فيه ناس ممكن يبقى عندها خلل في كهربة القلب ده موضوع تاني خالص أو فيه ناس عندها أمراض في الضفيرة زي الرياضيين اللي يجع من الرياضة اللي قدر الله يغم عليه أو فيه مشكلة في عضة القلب يبقى الانقباض عظيم لكن فيه خلل ده مرض اسمه هوكم وبعد كده بنعمل التحليل بتاعتنا اللي هي خلل في السكر خلل في السوديوم خلل في الموتاسيوم خلل في حاجات الأمراض المكونات الدم التمثيل للغذاء بتاع الجسد فالإغماءات أنا قلت لكم الأكثر شيوعاً واللي ما فيش منه أي مشكلة خالص وما فيش حاجة سماء أن أنا أخد أدوية علشان ترفع للضغط اللي إحنا معتدين عليها إلا إذا كان عندنا خلل زي مرض اسمه بارتر سندروم ده مرتبط بالكلة يعني فيه أمراض خلل أديسون المرض اللي أنا كنت بحكي لكم عليه ده بيبقى بس ده ليه قصة بياخد أدوية تعوضية بالكورتيزون فيه ناس بيبقى عندها خلل آخر في إفراز الألغستيرون يعني أمراض كلها لها يعني موضوع تاني خالص بس لابد أن إحنا نفحصه عشان كده كان نفسي أن أنا أجاوب لكم على السؤالين دول بتوع الإغماءات وتغير الوعي أو الشعور بالخبوط أو والإرهاق الطب مفهوش غير اللي أنا قلته ده في المرة دي بالذات لأن أنا جاوبت ده بشكل عام لأن عشان أقول لكم أن دي مواضيع ملمومة يعني مواضيع المناعة مش ملمومة اللي إحنا بتدينا بها الحلقة طيب السؤال اللي جالنا الهرش بشكل عام أنا بأهرش في جسمي أنا بأهرش في جسمي في عندنا أمراض دم بتخلينا نهرش زيادة في لزوجة الدم زيادة في كرات الدم الحمرة وده ممكن أهرش بعد ما خش الحمام أخدوش مرض الناس اللي عندها لوكيميا لينفومة حاجات زي كده ممكن يبقى عندهم هرش بس مش ده أول عرض ليهم يعني آه واجع الزور سخونية بالليل تقرار الالتهابات ده موضوع تاني لكن كل أمراض لزوجة الدم يبقى بند أمراض لزوجة الدم لقدر الله ده بيبقى عندهم هرش ما بنشوفوش أنا بقول لكم الحاجات الندرة بس احنا بدايما بندور عليها وقلت لكم إن سرطان الغدد اللينفوية يسبق الهرش يسبقه بخمس سنوات فأمراض لزوجة الدم الناس اللي عندها خلل في الغدد الدرقية والغدد الجردرقية واللي عندهم سكر يعني كل الأمراض بتاعة الغدد ممكن يبقى عندهم هرش بدون علامات بدون علامات اللي عنده كلا في نهاياتها اللي عنده كبد في نهاياته بس الكبد بقى مش في نهاياته الكبد ليه قصص ممكن سيدة بتصمر وتهرش ونروح لدكتور أمراض الجلدية يدينا أدوية حساسية ما يبقاش فيه أي مشكلة ده اسمه يعني ونبتدي ناخد أدوية لها نستجيب بعد كده نكتشف بالصدفة إن عندنا ارتفاع في وظائف الكبد لو كنا عملنا تحليل اسمه وانتي ميتوكونراي الانتي بودي كنا هنكتشف إن عندنا خلل مناعي في القنوات المرارية اسمه برايماري بيلياري كولانجايتس التهاب القنوات المرارية المناعي ونفس الالتهاب ده بيحصل فيه تصلب ده بند وأنا بس عشان أقول لكم لأن الوقت طبعا أنا شايف إنه هو قارب على الانتهاء فأنا بجاوبكم شريعا الناس اللي عندهم تصلب في القنوات المرارية حاجة اسمها سكليروزين كولانجايتس ده ممكن يبقى مصاحب للناس اللي عندهم مرض التقرح القولوني ومرض الكرونز يعني مرض التقرح القولوني ومرض كرونز ده ممكن يبقى معاه حاجة اسمها تصلب قنوات مرارية والتهابات الكبد المناعية يبقى احنا قلنا دول الحاجات اللي هي الأكثر شيوع وقلنا إن الهرش ده يسبق طبعا في حاجات إنسداد قنوات مرارية حاجات البانكرياس ده ممكن تبقى أول علامات لها هرش دي حاجات تانية بس ايه بتبان بسرعة لكن أنا بكلمكم على الحاجات اللي هي فيها مدة زمنية بعد كده كل الأمراض الجلدية كل الأمراض الجلدية وممكن يبقى معنا حاجات في الفم ولها أشياء كثيرة وبعض الأمراض العصبية أهمهم مرض التصلب المتناسر MS Multiple Sclerosis أنا بس معنا اتصال معنا محمد من البحيرة أهلا يا محمد أهلا يا دكتور يا أهلا وسهلا كل سنة أحذرك طيب يا دكتور بنا يكرمك ويبارك فيه كنتم ألف ساحة وسلام بالله عليك تسمعني شوية يا دكتور قوي تحت أمرك ده شرف لينا شهرتك يا دكتور في شهر خمسة سنة اللي فاتت يا دكتور حلقتك أنا عندي الفيروس فيروس C؟ أهلا فيروس C تمام وخدت نعم عفوا خدت العلاج تمام كويس ما شاء الله بعدين حاليت من فترة كده من شهرين لجوته وريع لتنى يا دكتور البي سي آر ولا الأجسام المناعية البي سي آر ولا الأجسام المناعية لا البي سي آر يا دكتور البي سي آر طب خلاص مصر أجاز الدواء جديد بيتاخد في كل الأماكن النسب الشفاء فيه 100% للناس اللي هي لم تستجيب للعلاج أو للعلاج فشل معاها وجزء من أسباب فشل للعلاج استخدامك لأدواتك الشخصية كان المفروض ترمي أدواتك الشخصية انت ممكن تكون أصبت به مرة تانية من أنك روحت الحلاء أو روحت لدكتور أسنان لقدر الله ما فيش تعقيم كويس أو عملت جراحة مش معاقمة في مكان غير مصرح به وممكن تكون استخدمت أدواتك الشخصية وممكن ما يكونش حصل استجابة للعلاج لكن النهاردة بقى فيه علاج شافي 100% أجازته وزارة الصحة من فترة وجيزة اللي هو البديل المصري بتاع حاجة اسمها الإبيكلوزا نسب الشفاء فيه 100% هذا الكلام على مسئوليتي ولما تاخد العلاج الجديد بإذن الله تتخلص من أدواتك الشخصية تماما وانت في نص العلاج بعد ما تعمل التحليل اللي هو بيشوف استجابتك للعلاج ترمي كل أدواتك الشخصية معنا اتصال مسلم أهلا يا مسلم عليكم السلام ورحمة الله ربنا يكرمك ويبارك فيك ده أحسن ناس الواتح حاضرتك أنا معي خمس عيال في من ضمنهم بنتي عندها 18 سنة مع نورهاني ما شاء الله ربنا يحميها اسمها جميل مكلة أي نوع من أنواع الخضار ربنا خالك باش تمام لو كانت خضار حاضر أنا حكلمك على الأغذية بتاعت المناعة أنا وعدتك قبل ما نقفل الحلقة حاضر حكلمك على أغذية معنا عمر معنا أم عمر أهلا يا فندم أهلا بيك يا أم عمر ربنا يكرمك ويبارك فيك الله يخليك حضرتك معلتي بس لو سمحت أنا عايزة في الصور أنا عندي بنتي عندها 15 سنة ما شاء الله ربنا يحميها وبتقولك عايزة بتحسي السخنية في راسها المنظور وانا نفسي الموضوع برضو تمام يعني إيه السخنية في الراس يعني إيه السخنية في راسها يا حبيبتي يعني بتحسي زي سخنية يعني بتعرفة حاجة سخنة كده في راس بتسخن آه بس بعد كده بتهدأ طيب ربنا حاضر عينيه هجوبك على حاجة زي كده عينيه هكلمكو على معانا عماد أهلا يا عماد اتفضل يا عماد أهلا منيك عليكم السلام ورحمة الله ربنا يبارك فيك فقول لحضرتك أنا عندي بناتي الاتنين واحدة عندها 8 سنين واحدة عندها كمس سنين ما شاء الله ربنا يحميهم أمين يا رب عندهم كهربا زيادة في المخ واخد بالحضرتك في المخ أيوة تمام ففي بنت عندها هرش جامد تمام يعني هرش بتقرش بطريقة غير عادية في جسمها وبتطلع لها فقاقيع شبه وردي تمام جلدية شافها حد طبيب جلدية شافها بيدوها في مراهم ولكن المرض لا اللي انت بتقول عليه ده مش الهرش المرضي اللي احنا بنتكلم عليه لأن بند الجلدية ده بند تاني مدام بيطلع فقاقيع ده مرض ممكن اسمه مرض تاني اسمه ممكن حاجات الهيربس ممكن بنوت كتيرة في أمراض الجلدية نعم فده احنا بنتكلم على الهرش اللي ملوش علامات اللي ما بيبقعش حتى ده الباطني ده اللي احنا المفروض ندور عليه من ناحية البطنية نعم اما الهرش اللي هو ليه شكل جلدي ده مرض مناعي وبالنسبة ان ولادك الاثنين عندهم كهرباء زيادة في نمط من الغذاء على مسؤوليتي هذا الكلام بس ده لازم نمشي مع طبيب تغذية غير الحاجات اللي انت بتشوفها على النات النمط الغذاء اللي اسمه كيتوجانيك دايت الكيتوجانيك دايت بنسب الدهون مع البروتين المزبوطة مش اي كلام مش اللي على النات ولا اللي هو الحاجات اللي احنا بنستخدمه للتخسيس الكيتوجانيك دايت ده هو الغذاء الوحيد ودوره الوحيد في الطب يقل الفرصة تحدوث نوبات الصرع لو لا نستجيب لأدوية الصرع او لو الأدوية كتير علينا معنا نسرين من الشرقية اهلا يا نسرين السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك لو سمعت يا دكتور انا بعاني من معدتي بقالي فترة كبيرة جدا اجي اكل الاقي الاكل يوجع لي معدتي حتى كلت مكلتش الاقي معدتي التوجعني رحت للدكتور قال لي اعمل منظار عملت المنظار قال لي عندي فتاء فتء في الحجاب الحاجز اه بالزبط كده بالزبط اه ادني العلاج ومشيت على العلاج ما فيش اي تحسن طبعا دلوقتي بقى بحيث بخانق في كده وانا اما بجعد ووجع في دراعي ووجع في دهري وجع في دهري يعني ده ألم مرتبط مع الصدر على بعضه اه بالزبط كده من وجع من اما بلاقي تمام ده أمراض حركية مريض ده مرض اسمه تقلص المريء تقلص المريء فلازم نعمل اختبار حركية المريء ونقياس ارتجاع المريء يعني بنعمل حكتين وبعد ونستبعد أمراض القلب وبعد ما نستبعد أمراض القلب هناخد الأدواء اللي بتقلل تقلص المريء وبتحسن أداء الحركية معنا ناني اهلا يا ناني أهلا بيك يا ناني أهلا بيك دكتور حدايا ابني حدايا خمس سنين وفيه بقعة تجي في وشه كده كل شتا تمام ومش عارفة دي يعني مثلا يحلل لا ما تحلللوش لازم دكتور جلدية أو دكتور باطني يشوف شكلها لأن في حاجات بعينها يعني لازم نستبعدها يعني لازم نستبعد مشاكل النقص فيتامين بيه لازم نستبعد الحاجات الجلدية لازم نستبعد الفطر اللي بيطلع على الوش اللي احنا بنسميه التانية يعني في حاجات ودي ممكن تبقى مرتبطة بخلل في المناعة فلازم طبيب جلدية يشوفه الأول وبعدين طبيب بطنة لو هو الجلدية قالك روحي لحد باطني أو أطفال فلازم تستبعدي إنها مرض جلدي إنها مش تانية إنها مش أي حاجة إنها مش حاجة اسمعها بيلاجرا ها أنا معاكي تفضلي طب يعني بنتي يا دكتور حدها خمس سنين برضو كمش بتوكل وبلجي يعني هي بتشكي من بطنة على طول وبترجع على طول بتستفرق على طول هو ده بنتك آه هم عيال يتوأ آه يعني بتستفرق لأ كلمة الاستفرق حجوبك عليها عيني حاضر لازم نستبعد أمراض الأوزن لازم نستبعد أمراض المخ لازم نستبعد أمراض المعدة لازم نستبعد أمراض التمثيل الغذائي وآخر حاجة آه يعني نعمل سونار ونعمل منظر معده لإن مش كل الترجيع لازم في السن ده ممكن يبقى خلل في الكهرباء عندنا حاجات كتير كيلا كاب يعني في أسباب كتير للشعور بالقيق والترجيع الناس كلها فاكرة إن القيق والترجيع ده معده بس إزاي نرفع المناعة سريعاً وإذا فاض وقت هكلمكم على رفع المناعة آه حناخد فاصل ونرجع لكو تاني حاضر لأن خمسين في المية من أدوار البرد اللي جات لنا كلنا بيما فيهم الدكتور بيما فيهم كل الناس اللي على ظهر الأرض نوعين من الفيروسات حاجة اسمها رسباراتريسنسيتي الفيروس حد عمره سمع عنه اللي احنا سميناها دور برد قالوا احنا سميناها أمفلوانزا عمرنا ما سمعنا عنه وحاجة اسمها الراينوفيروس دول يمثلوا خمسين في المية من أدوار البرد اللي جات لنا الأمفلوانزا والبراامفلوانزا اللي اتنين مع بعض يمثلوا من عشر إلى خمستاشر في المية في حاجة اسمها أدينوفيروس في حاجة اسمها النوموفيروس وفيه حاجة اسمها الكورونا فيروس هل إحنا جالنا كورونا قبل كده؟ كلنا كل خمس أدوار دور برد جات لنا منهم واحد لاتنين كورونا وعينا بيهم أكتر من مرة هل إحنا نقدر نقول إن إحنا نقدر نمنع أدوار البرد؟ ممكن نجرب إحنا عندنا مجموعة من التطعيمات اللي بتتاخد في بداية شهر عشر أو شهر حداشر ممكن تقلل لنا فرصة حدوث 60% من أدوار البرد لكن ده بقى المناعة اللي أنا بتدت لكو بيها في أول الحلقة دي مناعة اللي إحنا سميناها الأدابت في إمينوتي اللي هي نتيجة التطعيم الدور اللي جالي قبل كده؟ الدور اللي جالي النوع الفيروس اللي جالي ده مش هجيلي تاني طب ليه أنا بيجيلي أدوار برد متكردة من الأنواع التمانية دول؟ ما تدورو لنا عليهم يا دكتور الحقيقة لا لأن في حاجة اسمها تحور فيه حاجة اسمها أنتجينك شفته أدريفت تحور الجيني عشان كده أنا مبارح جالي دور برد بعد بكرة جالي بابن عمه بعد بعده التحور الجيني لنفس الأنفلونزا فتجيلي مرة تانية وفيه أنواع من الفيروسات الجسم ما بيعملهاش مناعة خالص يعني لا يذكر المناعة بتاعتها بعدما نعمل الأجسام مناعية المؤقتة اللي هي بتقضي عليها بعد كده المناعة تقع وأشهر حاجة أن إحنا لغاية النهاردة مش لقيين تطعيم لفيروس سي أشهر حاجة في الدنيا بنقسلك أجسام مناعية لما بنيجي نعمل أجسام مناعية الفيروس سي بنشوف أجسام مناعية الفيروس سي لكن تعية فيروس سي مرة تانية تعية فيروس سي عندك الأجسام المناعية لكن بتاعية بيه برضو فإنت كان عندك الفيروس وابنعية بيه مرة تقدر أديتك المسأل الشهير لأن كلنا جربنا قصة الفيروس ففكرة أنه لأدوار برد مناعتي ضعيفة أنا حكيت لكم عليها فيه أمراض ضعف المناعة اللي تولدنا بيها أو الناس اللي خدت أدوية أو الناس اللي أصيبت بفيروسات تضع في المناعة أو فيه ناس أصيبت بفيروسات بتحور في المناعة اللي هي تعمل لنا لوكيميات وليمفومة وحاجات كلها غريبة جدا زي السايتوميجالوفيروس والبشتاينبيرفيروس فتخيل إن فيه فيروسات تعملك تحور مناعي وتغير استجابة الجسم للأشياء عشان كده وأنا بحكي لكم في بداية الحلقة إننا لما أخد مضادات الحيوية بتخل بالمناعة الزاتية بتاعتنا مش لأنها بتبوز للأجسام المناعية أو أنا عايز أجسام لا أنا أديتك المثال خدنا الكينولونز وخدنا الأمبسلين جالي إسهال ففي إسهال نتيجة حساسية من الدواء أو نتيجة نشاط نوع من البكتيريا اسمها كوليستريديم ديفيسيل ده الإسم القديم بتاعها الإسم الجديد اسمه كلوستري رويدز يعني هذه البكتيريا يعني أنا بقى مضادات حيوة البكتيريا بتنشط وتطلع علي سمومها وممكن تدي بحياة إنسان على فكرة لكن طبعا في 90% ما بيبقاش فيه مشكلة طب يا دكتور أنا عايز أرفع المناعة عايز أرفع المناعة ففي أدوية بتنشط المناعة ده كلام هراء حقيقي طب أخد فيتامينات ترفع المناعة الحقيقة ده جريمة تانية الإفراط في الفيتامينات ليه مشكلة أشهرهم الإفراط في فيتامين دال وأشهرهم الإفراط في فيتامين ألف فيتامين به ما فيش منه مشكلة عويصة فيتامين سي بيعمل لنا حصوات في الكلا فقط الناس اللي بتاخد فيتامين إي ده بيزود حاجة ما يطلق عليها جملة كده غريبة جدا في الطب يعني مش عايز أخوفكم منها طب أنا هديكم أشهر مثال بدلا من قاعد أكلمكم إنجليزي كده على زيادة الفيتامين وهديكم مثال سريع جدا خدنا البيتا كاروتين من الجازر ده أحد مركبات فيتامين به النشط فخدناه من مصدر طبيعي زي الفول الأورجانيك وحطناه في كابسولة نباتية طبيعية وفيش منها أي مشكلة وأفرطنا في إعطاءه للبشر حيعمل لنا سرطان الرئة يا دكتور في حاجة اسمها كده طيب خدنا الجازر ده بنفس الكمية بتاعة طبعا وشينا حيضغير لونه بيحصل حاجة اسمها كاروتينيميا يعني اللون بناخد لون مسفر شوية طب أرفع المناعة إزاي بقى ده يمنع سرطان الرئة أرفع المناعة وجدوا إن رفع المناعة والحفاظ على مستوى المناعة الطبيعي إن أنا أنام كويس لقوا إن مرحلة الرابعة اسمها إن تلاتة دي بتخلص الجسم من السموم لقوا إن عدم التعرض لسترس التعرض لسترس بيهز المناعة يضعف المناعة بشكل لحظي تعرض لسترس ده ممكن يعمل لنا أربع حاجات ضعف في عدة القلب ياشفى حاجة اسمها تكوتسوبو كارديوميابثي تم اكتشافة سنة 1994 يضعف المناعة ممكن يؤدي إلى لقدر الله الاتهابات بكترية فيروسية وممكن إذا استمر ده يعمل لنا أورام أنا طب في حاجتين تانيين عشان نلحق لأن الحلقة خلاص انتهت رقم تلاتة وجدوا إن الصيام المتقطع بدون عطش بيرفع المناعة محدش فهم إيه السبب ولقوا إن لما بنعيا ونقول أنا مش عايزة أكل بس أهم حاجة نشربك سواء لكن لما بضغط عليك في السكريات والحاجات دي ده ما بيبقاش حاجة لطيفة الأغذية اللي بترفع المناعة لقوا إن البقول أكتر الأغذية غنية ودي القصة اللي أنا شرحتها لكم بتاعة الجزر لقوا إن فيه خمسون ده كلام ده اكتشفوه سنة 1998 لقوا إن فيه حاجة اسمها مجموعة من الفلافي نويتز والبوليفينولت دول أكتر من خمسونة مراكب موجودين في النباتات هم دول اللي بيمنعوا السرطان هم دول اللي بيحافظوا على مستوى منصوب المناعة ده موجود في البصل موجود في التوب موجود في الجزر موجود في كل الورقيات خاص جرجير شابت بقدونس وكل الأوراق الداكنة كل الخمسونة مراكب موجودين الكلام ده في التوت ولقوا إن الكلام ده موجود في الزينك والسلينيا وممكن ناخد مراكب الزينك مركبات الزينك بترفع المناعة فقط أما فيتامين دا تعرضنا للشمس فقط لكن نقصه لا يخل بالمناعة ده رقم 80 في المناعة وأشكركم وحكمل لكم قصص والأسئلة اللي جات لنا إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته